الثورة الجزائرية كيف أثرت في أفكار نيلسون مانديلا وفرانس فانو؟ بعد مرور خمس سنوات على رحيل رجل الدولة الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا يشدر بنا تذكر كيفية تحول فكره من العنف إلى المصالحة في نهج للقضاء على نظام الفصل العنصري الأبارتيد في مسيرة تحوله نحو هذا النهج الجديد زار مانديلا الجزائر البلد الذي طور فيه المفكر الثوري فرانس فانو أفكاره عن الكفاح المسلح اشتعلت حرب ثورية ضارية في الجزائر سنة 1954 بين السكان العرب الأصليين تمثلهم جبهة التحرير الوطنية الجزائرية السلاح المسلح أيضا والفرنسيين المدافعين عن المستوطنين البيض قدر عدد القتلى بحوالي 300 ألف وشرد ما يقارب من 2 مليون جزائر وعاد مليون مستوطن إلى فرنسا وهذا بحسب كلام الفرنسيين ولكنه عدد القتلى قدر بحوالي مليون ونصف المليون من الشهداء انتهى الصراع في سنة 1962 بدعوة من الرئيس الفرنسي شارل ديغو لإجراء استفتاء على بقاء الجزائر جزءا من فرنسا وجاءت نتيجة التصويت لصالح الاستقلال بفارق كبير كان لهذه الثورة تأثير عميق على أفكار كل من مانديلا وفرنس فانو فقد شكلت جزءا كبير من فهمه ما الخاص لكل من الكولونيالية والقمع والحرية كان مانديلا محاربا شرسا لأجل الحرية في بداية مسيرته نضال مسيرة نضال جنوب إفريقيا لأجل التحرر وشارك في تأسيس الجناح العسكري للمؤتمر الوطني الإفريقي المسمى أم كونتوفي سوزي أي رمح الأمة في ديسمبر من سنة 1961 آمن بأن العنف ضروري لمقاومة نظام الفصل العنصري القمعي المتوحش وسجن في النهاية بتهمة محاولة الإطاحة بالنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ودين مانديلا وسبعة من رفاقه بتهمة التخريب سنة 1964 زار منديلا قوات جبهة التحرر الوطني الجزائرية في المغرب في وقت مبكر من سنة 1961 في خضم جولة إفريقية مخصصة لتأسيس أم كونتوفي سوزي جناح المسلح للمؤتمر الوطني الديمقراطي الإفريقي في وقت لاحق من ذاك العام سافر إلى الجزائر للمشاركة في تدريبات مشتركة بين جبهة التحرر الوطني الجزائرية والمؤتمر الوطني الإفريقي وكانت الجزائر أول بلد يزوره مانديلا بعد إطلاق صراحه من السجن سنة 1990 كانت هذه بادرة عرفان رمزية أراد من خلالها الاعتراف بالإلهام الذي منحته إياه ثورة الشعب الشمال الإفريقي والدعم الذي قدمه ضد نظام الفصل العنصري ألهمت الثورة الجزائرية مانديلا فقد شبه في سيرته طريق طويل إلى الحرية موقفهم بأنهم أقربوا لوضع مؤتمر الوطني الإفريقي في جنوب إفريقيا واجه الثور في الجزائر حكومة تنوب عن مجتمع أبيض كبير يهيمن على معظم السكان الأصليين من غير البيض تركت الثورة الجزائرية بصمة واضحة وعميقة في أعمال فرنس فانون أيضا حيث أدرك هناك أن حقيقة الضرر الذي يحدثه القمع في المستعمر والمستعمر كلاهما انضم فانون إلى جبهة التحرير الوطنية الجزائرية وانخرط في المقاومة ضد الفرنسيين عد فانون من قبل البعض دعية عنف بسبب الضور البارز الذي يحتله العنف في أعماله التي يمكن اعتبارها من زاوية معينة بمثابة إعلان مبادئ لكنه لم يمجد العنف بل تلخصت في وجهة نظره في أن العنف يصبح استجابة ضرورية لقمع يمارسه المضطهد دون أن يعترف بآدمية المضطهد هناك إشارات قليلة لنظام الفصل العنصري الأبرتين في كتاب فانون الشهير معدبو الأرض لكنه رأى الوضع في جنوب إفريقيا مثالا على الكفاح ضد الاستعمار وشغلت أفكاره مساحة مهمة من أعمال المفكر الجنوب إفريقي ستيث بيكو عن إيديولوجيا الوعي الأسود لم يلتقي مانديلا وفانون يوما وبحلول الوقت الذي زار فيه مانديلا الجزائر كان فانون راقد على سرير الموت في واشنطن بالولايات المتحدة إذ كان يعاني من سرطان الدم ووفته المانية وهو في عمر السادسة والثلاثين لم تظهر أفكار فانون في فكر مانديلا لكن يسهل على المرأة أن يتخيل حوارا بينهما ستكون هناك بعض نقاط الاتفاقي وبعض مساحات الاختلاف اتفق الرجلان على دور العنف كراديع رئيسيا للأنظمة القمعية هذا ما خلصت إليه أفكار مانديلا خلال زيارته للجزائر حين شدد على أهمية الكفاح المسلح لكن فكرة مانديلا عن دور العنف تغير خلال فترة سجنه التي بلغت 27 عاما أدرك أن العنف كان ضروريا لمجبهة وتفكيك مؤسسات الفصل العنصري وأن للعنف دوره في تطهير المجتمع من قمع المؤسس والعنصري والكراهية لكنه لا يجب أن يستمر دون ما نهاية فقد فاطن مانديلا إلى أنه ما إن يتحلل نظام الفصل العنصري حتى يصبح العنف مجرد قوة مدمرة اخترى مانديلا المصالحة مع جلاديه السابقين الأمر الذي كان له نتائج متباينة بالتبعية ما الذي كان ليقوله فانون عن هذا التغير في فكري مانديلا كان على الأرجح ليمتدح الاعتراف الجنوب أفريقي بضرورة القمع على الجاني والضحية والظالم والمستدمر والمستعمر وكانت لتصبح المصالحة حينها أو ما أسماه فانون الاعتراف المتبادل علاجا يحرر الجانبين من مسؤولية العنف الذي مارساه ولربما ينتقد قانون مانديلا على قراره اعتناق الرأسمالية النيوليبرالية التي كرست الظلم الاقتصادي على نطاق واسع إلا أن هناك إنجاز رئيسيا في تسوية مانديلا كان ليشيد به فانون فقد حقق قراره بإشراك ممارسي القمع وضحاياه معا في نظام ما بعد الفصل العنصري وعدا أشبه بالبشرية الجديدة التي بشر بها فانون بعد فناء الاستثمار المعلومات المتضمنة في هذا الفيديو مترجمة عن The Conversation ولا يعبر بالضرورة عن موقعنا كقناة فهو مجرد نقل دمتم في أمان الله إلى اللقاء